جديد الإثارة جديد التحدي جديد المنافسة على أرضية هذا الميدان هنا تسير التحديات تسير المنافسات ينطلق على البركة الشوط الثاني الشوط الخاص أيضا بالحول المهجنات الأصايل هنا يتوقع يتوقع أن يكون الرقص يختلف عن الشوط الأول النوعية تختلف ولكن هي كلها من سن الكبار من سن الخبرة والتاريخ والتحدي سيشهد المنافسات القوية في هذا الصباح مع انطلاقتي هذه اللحظات نسير بالمقدمة نبحث عن المراكز نتجول مع حضراتكم أيضا من خلال مساري هذا الشوط لنتعرف على البداية هو هذه الانطلاقة وتابع لغزيلة لغزيلة سعيد بن راشد بن سلومة الخاطري المتواجد مع المركز الأول وثاني المراكز مياس سعيد بن سالم ألتحابي اللي على المركز الثاني والمركز الثالث محمد بن سعيل بن عويضان العامري مع الفايزة الله عادت الأسماء عادت الأسامي المركز الرابع لغزيلة في المركز الرابع عبدالله بن علي بن حميدان على رابع المراكز وخامسهم هنا يتواجد شاهنية أحمد بن عبيد بن حميدان أيضا في انطلاقة المركز الخامس سادس المراكز نتواصل مع ريمة في المركز السادس لمحمد بن سيف بضعيف الشامسي على المركز السادس والسابع المراكز تدخل قادم من خلال هذه اللحظة نجده علي بن سالم بن راشد على المركز السابع والمركز الثامن سالهودة عتيج بن مسري بن سالم بالعرطي الحميري أما المركز التاثع نجمير أحمد بن سيف الزفين سلام عليك الزفين اليوم نشاط مع الكبار وهناك أيضا شعار السمود يأتي مع النصيبة أحمد بن محمد بن العضيلي العامري هذه الأسماء وهذه التحديات وهذه الانطلاقات التي تشهد هذه المنافسة في هذا الصباح الجميل قوة وإثارة ودائما كل عادة في هذا الميدان وما يشهد هذا الميدان من منافسة من تحدي من إثارة عبر النقل الحي والمباشر من دوبي ريسنج المتابعة لتحديات الأصالة والتراث هذه المركز الأول ومسار المركز الأول شوفوا الكادر شوفوا مخرجنا أبو عدنان أيضا يبدع مع الإبداع هنا ينقل ثلاثية البداية كاملة وهي تسير بين هذه اللحظة وهذه الانطلاقات الفائزة الفائزة فازت تعلن فوزها الأول تعلن انطلاقها الأول ومتابع بوحمد هنا من هذا الميدان متابع بعينه المجرد هذا المسار هذه التحديات الفائزة محمد بسهيل بن عويضان العامري التي تتجدد وتتقدم إلى المركز الأول وتبقى هناك على الصدارة في قيادة الهرم هنا على المركز الثاني أنا ما شاء الله النصيب أو الغزيلة الغزيلة نعم بن سلومة سعيد بن راشد بن سلومة الخاطري يحمل التراث مع التاريخ مع هذا الأسم الغزيل الله غزيل الفلة في الميدان لا قاني هنا في هذا الصباح ما شاء الله أشوف المركز الثالث مياس سعيد بن سالم أهلينيبي أو الشعبي الشعبي سعيد بن سالم أهل الشعبي في المركز الثالث وانطلاقه تتواصل بثلاثية القادمون من هم القادمون المشكلون للخطر هذه النصيبة أحمد بن محمد بن عضيلي العامري مع المركز الرابع وخامس المراكز أيضاً الغزيلة هناك لعبد الله بن علي بن حميدان على المركز الخامس والسادساً هناك دخول قادم من سلود عتيج بن مسري بن سالم بالعرطي الحميري سلام على الشاهنية في المركز السابع أحمد بن عبيد بن حميدان يعلن انطلاقه ويعلن تواصل ويعلن اندفاع هناك على المركز الثامن عودة إلى نجدة من خلال هذا المسار وهي ريم محمد بن سيف ضد عيف الشمسي أما هناك من وصلت راقبوا هذا الأسم جيداً جيداً همه همه وهي في الهمه سيد محمد بن زايد الخيارين واحد من الشعارات العنابية المتميزة في التحديات وعلى الجانب الآخر هناك زعفران راشد محمد براشد بن حمد بن اغدير بدأ انطلاق العمالقة مع شوط الكبار شوط التحديات وشوط الإثارة وشوط المسارات المتميزة الله الله وهنا على هذه الانطلاقة وهذه المنافسة وما تحمل أيضاً من إثارة واندفاعات انسألتوا عن الموقع نحن الآن مع لوحة الثلاثة الثلاثة كيلو خطفنا من الثلاثة كيلو وننتظر ننتظر اللوحة القادمة الثنين كيلو الباقية الثنين كيلو الباقية من خلال هذا المسار كما نتابع في تيرمومتر الإثارة هنا على على هذا الميدان لا يزال هناك على الصدارة بن عوضان بن عوضان ولكن الفايز الفايز متجهة إلى الصدارة إلى المركز الأول إلى التحدي الأول والمسار الأول ما شاء الله وتبارك الله الإثارة الإثارة المنافسة الانطلاق التحديات الفايز إذن على المركز الأول محمد بن سهيل بن عوضان العامري منفرد منفرد بالمركز الأول يتغنى على المركز الأول هناك يا سلام يشتو بالمركز الأول في هذا الصباح الجميل مع الفايز الفايز وأداء الفايز وأقولكم الآن الثنين كيلو بالضبط باقي عن خط النهاية المركز الثاني النصيب على المركز الثاني من خلال هذا المسار أحمد بن محمد بالعضيلي العامري شحر سلام عليك أيضا رفيق لصائل المتواصل بكل التحديات وكل المنافسات هناك أحمد بن حمد بن عضيلي الحامري يقدم النصيبة في هذا الشوط هنا المركز الثالث وقادمة أيضا للمنافسة سعيد بن سالم ولكن السيل وصل السيل يا جماعة وصل السيل الكبير هناك الغزيل اللي راشد بن سعيد أو سعيد بن راشد بن سلوبة الخاطري على المركز الرابع واختلط الحابل بن نابل يا سلام قلنا الهمة همت الهمم وقامت الهمم وتحدى الجميع بهذا المسور الله أتوقع بن سبتنا بن سبت من خلال هذا المسار وتابع 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 همه هناك الدخول من خلال هذا المسار من خلال هذه اللحظات لنتابع المركز الأول ونعود إلى القمة نعود مع ال الف ومئتين الفائزة في الصدارة الفائزة على مقدمة هذا الشوط والمركز الأول محمد بسئل بنعويضان العامري أوصلت هنا وتبقى متقدمة والانطلاق الأولى والمركز الثاري هناك تنطلق النصيبة النصيبة أحمد محمد بن عضيلي العامري على المركز الثاني هنا على المركز الثالث همه على المركز الثالث زايد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين على المركز الثالث ورابع المراكز هي فزعة مبارك بن راشد بن سبت اللي على المركز الرابع وتغيرت الأمور المركز الثامن أو المركز الرابع وين الثامن بعيد الريمة محمد بن سيف الضعيف الشامسي مع هذه الانطلاق واشوف هنا المركز الخامس ايضا البويضة مانع بن محمد بن ذاني السويد التي تصل اعودوا الى الثلاثية اعودوا الى الصواريخ المنطلقة هنا الى الى خط النهاية في هذه اللحظات النصيبة النصيبة وفزع وهمة ثلاثية من الاسماء الجميلة الله 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 راقب يلي بتراقب تمتع يلي بتتمتع من خلال هذا المسور النصيبة النصيبة صمود من النصيبة واحمد بن حمد بن العضيلي العامري قادم ينصب نفس في هذا الشوط وهمة على المركز الثاني سعيد بن حمد بن زايد الخيارين وهناك فزع مبارك من راشد بن سبت الخيلة اللي على المركز الثالثية خط النهاية هنا ما تحمله من خلال هذه اللحظات النصيبة 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 النموس النموس مع النصيبة والعين سلام عيناوي سلام سلام بالعضيلي سلام تهانينا والنموس أحمد بن محمد بن العضيلي الحامري على فوز النصيبة بالمركز الأول همه في المركز الثاني سعيد بن حمد بن زايد الخيارين والمركز الثالث فزع مبارك من راشد بن سبت الخيل المركز الرابع هي ريمة محمد بن سبيب الضعيف الشمسي والمركز الخامس البويضة ما نعبر محمد بن ثاني السويدي ما شاء الله هذه الأسماء الأولى والعودة لخط النهاية شكرا يا راعي الصمود صمدت النصيبة ما شاء الله وتبارك الله تسع دقائق سبع ثلاثية ثانية أربعة من العزاء من الثاني تهانينا والنموس لأحمد بن محمد بن العضيلي العامري وسلام يا العين سلام على هذا لدى المركز الثاني همه على المركز الثاني سعيد محمد بن زايد الخيارين ترجمة نانسي قنقر